سلام حبيباتي مشتركاتي كامل اللي راكم تشاهدوا فيها نرحب بكم كامل في قناتكم كوزين تحنان وكل اللي راكم تشاهدوا فيها نقولكم مرحبا بكم واهلا وسهلا بجميع ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي اليوم رايحا نعمل فيديو خاص بالرضو يعني كيفش تعتنوا بهم اللي طلباتكم وكين واحد الاخترا كي بي انحاحوا معاك تاني واحد السيدات كيفش تنحو قشرة الراضيع من الرأس يعني احنا نقولوا بونزيوف رايحا نعمل لك فيديو وطلبتوا لأكل يعني العناية بالرضو وطلبتوا لأكل الراضيع رايحا نبدأ مع وليدي في يعني راهو كين اللي رضو عنا تم رايحا نبدأ في الاكل تاحهم والفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل العناية كيفش تعتنوا بهم كيفش تبدلوهم كيفش تنظفو لهم وكيفش 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 كل شرعه جاي ودو كان هنعمل لكم فيديو سبيسيال على القشرة على رأس وكيفش تغسلو لهم اللي هي يا بونزيوف او قشور الرأس ورايحا نتشكر كامل البنات والسيدات والآنسات اللي راكم دايما تدعووا لي وراكم فرحانين ولكم بالمثل ان شاء الله وخاصة اللي ولدته اللي زيته واللي عملته التداوي بالأعشاب واللي حملته خاصة ومن بعد الولادة للأوجاع كل الوصفة اللي جربتوها اللي رضعتها وحكم كامل كامل للبواسير اللي اي وصفة جربتوها من وصفة كوزين تحانا راهي تعال جدات ومضمونة بإذن الله نقول لكم ولكم بالمثل والله العظيم فرحتوني 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 نشكركم بل بزيف ونقول لكم ان شاء الله ربي كامل يحقق آمانيكم وقعلي من 8 كاش حاجة وخاصة اللي حابين دراضي ودراري ومحرومين رايحا نعمل مجهودي باش نساعدكم والكمال على ربي ان شاء الله انا لنمشي ونضر الحليل الفيديو نقول لكم تلاقيهم بعد باي باي هاني جيت انا ونبدو بسم الله هنا يا واش نضيره شوفي هنا في الليل امتي ولا اي واحدة تحكم راضيع تاعك البيبي تاعك هي من الأحسن تجعلها يزيد لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تفوت هذه التغميضات على العين ينقع شوية غير شوية مباشرة يزيد تحكمي في الليل تجيبي زيت زيتون تحكمي شوية زيت زيتون تديره في معون صغير وتشديد ترنخي الراسه يعني تنفخي الراسه بزيت زيتون تديري هذا الزيت زيتون تحطي في كاش معون وتبدأ تشمخي الراسه قاع عراسه تجد ترنخي الراسه تكبيلها من الشديد تذكر في ذي بشوية و تديريه في راسه تشمخ هنا سوف نعطيكم معها نصائح البرودة في الدار تعمل لبيبي تتخذ بوني عن تجربة و ثاني بلنساء تقريبها بلنساء تقريبها ليست غير فيديو تعملوا البوني للبيبي ينتج بثير باستخدامه ضربة زيت زيتون حتى الزيت زيتون و قريبا و شاء لو ضربة زيتون الرضاع هنا تتفادئ عندها دارها سخونة لا تعمل يعني سخانة الدار العادية لا تعمل تضيف لها زيت زيتون وتخلي يبات به قاع الليل الصباح واللي عندها شوية برودة وتعرض بالليل هو مش مليح زيت زيتون غير ان تشاتع هو يشمها يضرب عليها الهوى هنا تستعمل بوني اصباح تنحي ذلك البوني واللي عندها سخانة في الدار عادي تخليه كيمارة تنوضي صباح تسخني الماء هو الأول الماء ليس سخون و ليس دافئ هنا سوف نعطيك درجة الحرارة على الماء انا عندي واحد العبسة كوحدة تخيك شريته تعلي بيبي تقيسي به درجة الحرارة على الماء ولكن صدقوني للناموسى والبيبي هذا عمر مدرتلوش لنقص درجة الحرارة على الماء باليد التاعي هنا هنا تحكمي ويعاء يعني تسخني الماء ممتعك عادي من الماء او ملعين عندك سخون او ملعين عندك سخون او ملعين عندك سخون تحكمي ويعاء كيما هكذا بسينا كي نقول حنا بالعامية بسينا او ممتعك هذا الماء بدخل بدخل حرارة حول دخل الحرارة كحرارة الاستخدام حول عادية استخدام unaسبة حول عارضة وضعها في الماء انا كانت عندي احدا لاتوخ صغيره تعطي درجة الحرارة على الماء يعني الى تغسلي بها 37 درجة تغسلي بها للراضيع تضعها في الماء وتعمل لك درجة الحرارة انا نعطيك درجة الحرارة لما تعملي هذه العفسة غير درجة حرارة في الماء كما فهمتك سخنة التي تحملها تغسلي بها تضعها بارد شوية لا 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 زيدي شوية تضعها ثم تضعها وستغسلي بها لأنها تغسل بها تغسلي بها تعمل كما هكا عفسة من الاحسن لا تكون طاسا كبيرة لن تغسليها تضع طاسا صغيرة كما هذه تضع طاسا كما هكا صغيرة لأنها تستطيع تحكمي بها في الباسينة وكي تكبيلها في راسح لا تغبنك لا تجيش كبيرة على صغير وتساعدك في الكبان صدقيني كما راني نقولك تساعدك لما تصبي لما هكا علي غير بالعقل واش تديري احنا راي حمر معاك المرحلة كيفش تغسليله تكير ان اختيلها راسح في الليل الصباح هكي بغيت تغسليله شات ديري احكمي احط ديريها على ركبتك حطي راضيع تاعك على ركبتك كي ما نقول انا ما نقدرش نوريك ولدي صغير سمحوا لي والله ما احبه احبت نوريلكم والله غالب كل واحد ومعذو اذا ما ركي ركبتك ها هي شدي الولدك في حجرك ركبتك ها هي هنا شدي الولدك هاكذا راضيع تاعك حطيه في حجرك ركي مربع رجليك مكفلة كما نقوله حطيه كما هاكا وراسة هبطيه شوية باش ما يتدفادى يستنشق هذا كلمة حطي راسح كما هاكا بشوية هبطيه ويدرك يتكبي الماء او اللي يساعدك انا ساعدني بابا الزوجة ساعدني باش خسلت له وتقدر الثاني تديري واحدك يدي تشدي بها ويدرك يتكبي هذي الطريقة باش تغسليله راسو ها هي رقبة تاعك ديري الجسم تاعها هنا هنا ها هو الجسم تاعه هنا مع الكفتة مع الجون وتاع ركبتك وراسة ها هبط شوية غير شوية ما تبطيه لوجقع باش رقبته ووش تديري تحكمي الصابون تاستعمليه من قبل إلا عندك ليساعدك صحا ما عندكش استعمليه من قبل ما تحطيه في حجرك يعني توجدي دوزان قاع تحكمي هذي القون تقبيع ليها شوية ما هكا على حيدة ما تديريش في باسينة اللي تغار في منها وتديري طاصة وحد دخرة اللي تعصري فيها ولا باسينة ولا وترغونيها بالصابون مليح 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 تغسليها بصابون حجرة تغسليه و تروحيه تغسليه تحكي له بصابون حجرة لانا لو عملت الصابون فيه الدك و درتي مرح يرفض بصابل كما ترفض والصابون ثاني حجرة ما لكش هكا قادرة من المقابل تدعم لي في راسه قاسح يوجع في راسه رغوني القون معك وحطيه لها في راسه وعكيف تحكي في راسه كي تكمليك تحكي التحكي في راسها حتى تطلعها على رأسها بالصابون توقف حجرة تعاودي تقبل الماء لاتنحق هذا الزيت سيجعل الى صابون يعطيه لتنحق الزيت هناك شرط يقلع على الصابون و طلعيه انا تحكمي الصابون وتعاودي بالشامبون كيف كيف واش تديري تحكمي كراتة ها هي كراتة ها هي تعملي هذي هذي ومن بعد تعملي هذي خباسكو هذي تساعدك إذا كان عنده راضع شوية شعر تساعدك باش ما يتخبلش يعني بل خف تفوت راكي تكرطي هاكا تكرطي لها في راسة شوفي تكرطي هاكا وروح يذهبا وإيابا هاكذا 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 ويحاولي تطلع شوية الفوق هاكا هاكا طلعي الفوق وعاودي هبطي عاودي رجعي للتحت عاودي تدي هاكذا عاودي رجعي هاكا راكي تدي وترجعي تدي وترجعي إلا راهو طالع لحتى القفة تاعة أنا وليدي كان في غير من القدام غير من دوفون شوية طالع الفوق ماشي حاجة عاودي طلعي طلع إلى راهو هو ما يديش من القفة من عند الجبهة وطلع للقفة للفوق شوية راكي غير تعملي في هذي العملية واحدة دقيقة وعاودي شليله بالماء شليه مليح هو دي لها راسح كما وصيتكم وراكي تلوخي في الماء تديري له في الماء حرزي الماء يدخل له وذنيه وديري سربيتها تحت ركبتك هنا وراسع رامل تحت غير باش ما يتشمش قشة كي تغسلي له راسح اوتوماتيكما تبدلي له زيدي عاودي هنا إذا بغيتي تعملي هذي العملية باش نحيتي الزيت بالصابون على الحجرة هنا رايحة تغسلي له تنحي الكشور لا بغيتي تغسلي خطرة والزوج بالصابون وانتي راكي تعملي في الكراطة اللهم أبارك ديري انا مدرتها اش نحيت لغير الزيت بالصابون على الحجرة واحد ثلاث مرات وانا ارغون تعاودي تديري الماء وتستعملي شامبوان عادي وانتي تغسلي له بي هنا هو الذي نخسل به الوليدي تديري شوية شامبوان تقبي شوية في يدك وتطليها لها من يدك الراسح تطليها لها مليح ترغوي 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 لا تديري الشلمة وتبدأي تكرطي تبدأي تكرطي هكا هكا انا درت له ثلاث مرات تتخلص منها القشرة صدقوني في هذيك دقيقة كل شطاع اللي كان فيه من بعد مليزيت خسلت له كي ديرت شهور ونص ووليدي دروقنا عندها 4 شهور خسلت لها مين دير 15 يوم بصح ما بغيتش نقلع لها القشرة بس كيوخفت على هذيك العفسان اللي هنا فيها سوطرية انا قد حتى شوية دي باسي شوية كنت نقسل لها راسة بصح نقسل لها غير هكا حتى نحيت لها كي تعمت نحيها لها قلحتها لها هذي هي المهم تكملي كيما هكا زوج مرات ولا ثلاثة حتى تقلع لها قاعدت نحيها لها القشرة فاهمتك تروحي هكا ذهبا تروحي جاي ورايحها جاي وتعاودي تستعملي هذي وبالك تقيسيه بها طلعي للفوق هكا باش مدقيسي لاش الجلدة على راسة هكا وتعاودي تولي وتعاودي هكا تعاودي في راس الجبهة هنا عند الجبهة بداية على الشعر هنا تبدي تديري هكا هكا طلعي غير بالعقل هكا هكا نبات الشعر هنا تبقى خشينة هنا تبدي تطلعي هكا 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 رايحها قاعدة تعاودي هكا تعاودي هكا تعاودي هكا تعاودي غير هكا بالعقل وديري هكا طلعي ويخرج يشعله وديري لها سربيتة وريحة الشامبونت وليت فيها تعبق هذي هي ان شاء الله تكون فيدتك هذ الفيديو وديري لها سربيتة ورايح انمر معاكم كيفاش تنظفون باش مجيش لها فيديو طويلة نقول لكم بقاوه على خير ان شاء الله تفيدكم هذ الفيديو راهي عندها تجربة 21 سنة بقاوه على خير في آمان الله باي 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 بيزو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر